تتسارع الأمور في إيران بعد الهجوم الذي استهدف منشأة نوتنوز النووية طهران استغلت الهجوم إلى أبعاد مدى لتعلن عن رفع عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء شطاري بلغت 60% في مفاعل نووي فوق الأرض خطوة تزيد من تعقيد المحادثات الجارية في فيينا والتي شهدت تقدما بسيطا على أمل إحياء الاتفاق النووي في وقت يشكل الإعلان الإيراني انتقالة عملية نحو إنتاج يورانيوم يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية على المستوى السياسي بدأت إيران أقل حدة ما احتفاظها بإسلوب المراوغة حيث أكد رئيس الوفد الإيراني في فيينا عباس عرقجي موضي المفاوضات لتشكيل تفاهم جديد يرتكز على أرضية مشتركة للوصول إلى نص بين جميع الأطراف في مقابل ذلك لا يبدو الموقف الأمريكي واضحا عن مدى تقبله فعلا للخطوة الإيرانية بتخصيب اليورانيوم والتي وصلت لمستوى نقاء بلغ 20% في وقت عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رضاه عن استمرار طهران بالمفاوضات على الأرض يظهر أن الهجوم الإسرائيلي ضد مفاعل نطنس يدفع واشنطن بشكل جدي إلى مواجهة عسكرية مع إيران وهو الأمر الذي يمكن أن يقلل فرص نجاح مفاوضات فيينا مع إبداء الأوروبيين قلقا كبيرا بعد رفع مستوى التخصيب في مفاعل نطنس إيران إذن على بعد خطوات من صنع القنبلة النووية هدف عملت لأجله مرارا عبر زيادة الألم لشركائها في الاتفاق ما مكنها من رفع سقف الامتيازات وهو ما يطرح أسئلة عن المستوى الذي يمكن أن تتحمله كل من برلين وباريس وواشنطن قبل رفع البطاقة الحمراء في وجه طهران بشأن برنامجها النووي وتحذيرها من أي خطوة أخرى إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر